أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن علامات شفاء من العين هناك مجموعة من الأشياء التي تساهم في بث الطمأنينة داخل الإنسان وتبعد عنه كل حساد ومنها الرقية الشرعية وهي من سنن رسول صلى الله عليه وسلم وعبارة عن آيات كريمة من كتاب الله العزيز بالإضافة إلى الأدعية الثابتة الخاصة بالرقية وهي إحدى الطرق التي تساهم في الوصول إلى شفاء الشخص من كل عين حاسدة ومن بين السور والآيات التي يستعين بها الفرد هي أواخر سورة البقرة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتان وسورة الكافرون بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي تحدثت عن العين والجام وإذا تطرقنا للتعرف على العلامات الواضحة التي تدل على شفاء المحسودة فهي كالتالي خروج العرق بغزارة تثاؤ بالإنسان أكثر من مرة وفي بعض الأحيان يذهب إلى النوم العميق قد يخرج من الفرد الصديد هناك أقاويل توضح أن مشاهدة الشخص المحسود للحية أو العين أو العقرب في المنام يدل على خروج العين من جسمه وابتعاد الحاسد عنه الشعور بالتجشع ومعناه أن الهواء يخرج من جوفه إصابة الفرد بالغثيان الشديد عطس الإنسان بكثرة ومن العلامات أيضاً إحساس الفرد بالراحة النفسية وانشراح صدره وابتعاد الحزن والضيق عنه قد يلاحظ المحسود كدمات بأماكن متفرقة من جسمه وقد تصل للبدن من الداخل وحينما يشفى من العين يتلاشى كل ذلك ويتمكن من ممارسة الأنشطة ويتحرك بسهولة ويكون منتظماً في حياته ويودع الكسل والخمول حينما يغتسل الفرد ربما يخرج منه بعض الريح وقد يشعر بحكة في جسده بالإضافة إلى إصابته بالإسهال وأيضاً ربما يظهر في أنحاء جسمه العديد من البثور ولكن بعد ذلك سيشعر المرء بالراحة والطمأنينة يعود إلى الأجواء العائلية ويحب الجلوس مع أهله وتدخل السعادة قلبه مرة أخرى ويتلاشى بداخله الشعور بالانطوائية والعزلة واليأس إذا كان يحلم بالكوابيس المخيفة والأحلام التي تسبب له الإزعاج وعدم الراحة فكل ذلك سينتهي بعد الشفاء من أثر الحسد والعين وبالتالي لن يشعر المرء بأي فزع أو خوف عندما يشفى الإنسان من أثر العيون الحاسدة سنلاحظ أنه يتقرب إلى الله أكثر ويواظب على قراءة القرآن الكريم ويؤدي الصلاة والعبادات المختلفة ويقوموا بالأعمال الصالحة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسووا اللايك وسبسكرايب وشار للفيديو وأيضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر